إلى أنه أحياناً بنتكلم عن قضايا جوهرية يعني بتمس واقعنا فبقى لازم أكد عليها مرة واثنين وثلاثة من الأمراض الخطيرة اللي تبقى موجودة داخل المجتمع واللي بتؤدي إلى انهيار في المجتمع سوء الظن يعني لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيراً وأن تجد لها في الخير محملاً يعني إحنا تربينا على كده النبي ربانا على كده عليه الصلاة والسلام إضراءوا الحدود عن الناس ما استطعتم فإنك إن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة ده أنت لو عندك قضية وحدث فيها شك بنسبة واحد في المية واحد في المية ما تقمش الحكم ليه؟ هو المسلم كده أمرنا أن نظن بالناس يبقى عندنا ظن بالناس ظن حسن حصلت حدثة زمان كانت فيه غزوة اسمها غزوة بني المصطلق ديت كانت في شعبان سنة ستة هجرياً والنبي عليه الصلاة والسلام هم راجعين من الغزوة دي غزوة بني المصطلق كانت مع أمنا عائشة رضي الله عنها وكان معها واخد حاجة عارية من أختها عارف أنت لما تيجي أخت مثلاً مسافرة ولا حاجة تاخد حلق من أختها هدئة يعني تقول لها طب أنا راح مشوار كده راح فرح ممكن تديني العقدة بتاعك عارية بتاع أختها أسماء ما فيهاش مشكلة بيحصل ما بين الإخوات وتقول لها أختها تقول لها ممكن تديني الطرحة بتاعتك دي أصلاً أنا راح أفرح واحدة صاحبتي والإخوات يعملوا مع بعض كده أنا أقول لأخويا ممكن تديني الكرافات دي ولا حاجة أروح أسجل بيها حلقة كده الإخوات إخوات مع بعض اسمها عارية أمنا عائشة كانت بتقضي حاجتها ففقدت هذه العارية ليه أصلاً مش بتاعتها بتاعت الستين أسماء فرجعت تجيبها الصحابة كانوا خلاص راجعين المدينة المنورة فشلوا الهودج بتاعها الهودج الهودج ده اللي بيحطها على الجمل وظنن منهم لأنهم عدد كبير بيشيلوا فظنوا أن أمنا عائشة داخل الهودج وهي ما كانتش جواه فهي كانت رضي الله عنها أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق كانت نحيلة الجسد كانت بنيتها خفيفة رضي الله عنها فهم لم يفطنوا لهذا الأمر أنها جوا ولا مش جوا الهودج شيلي عام الهودج حط الهودج على الجمل حطوا الهودج على الجمل يلا فرجعت ملقتش إيه ملقتش حد فقعدت مكانها قالت بس هم مش هيلقوني هيرجعوا هيلقوني قاعدة منتظرة السيدنا صفوان بن المعطل رضي الله عنه رجع بيدور الجيش نسح حاجة بتاع مكان مكانه قاعدين معسكرين في المكان ده فلا أمنا عائشة فأنا أخي الجمل بتاعه رجبته ودخل المدينة فتكلم تكلم المنافقون شر الكلام شوفوا فقالوا ده جاي طب يعني بالعقل كده يعني المنافقين شوف قالوا ما سلمت منه وما سلم منها تخيل أنه يعني الكلام يتم نقل بين الناس حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقعوا في هذا الخطأ في هذا الأمر والقرآن نزل بعد كده عاتب قال لولا إذ سمعتموه لما تسمع شائعة عن حد ظن المؤمنون والمؤمنات المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا هو سياق الكلام ظن المؤمنون والمؤمنات بصاحب المشكلة خيرا مش كده ولا إيه أنا وحضراتكم جالنا خبر دلوقتي عن فلان فبيقول لربنا لو لا إذ سمعتموه لما نسمعوه ظن المؤمنون والمؤمنات مفروض بإخوانهم عن فلان ده خيرا إلا إن القرآن قال بأنفسهم فهو أنزل البني آدم التاني ده صح اللي طلعت عليه الشائعة أو الإشاعة أنزلوا منزلة نفسك إزاي إزاي تتكلم عن نفسك إزاي تتناقل كلام مشين عن بتتكلم جد ها وبعدين وإذ لما ظبطوا بقى وعملوا إيه وننقل بقى البعض رسائل لا يا أخي والله المؤمن ما يعملش كده إنت إحنا عايزين ننهض ببلد عايزين نقتل الشائعات لما توصلك حاجة عن حد ادفنها تحت رجلك ما تعديش منك حتى طب طب دعونا نتأكد وانا مالي اتأكد لي وانا مين انا يا سبحان الله طب من شوف ليه يا أخي تتتبع عورات الناس ليه ليه تتتبع عورات الناس من تتبع عورات الناس تتبع الله عورتها والله العظيم من تتبع الله عورتها فضحه ولو في جوف رحلة والله العظيم لو في سريره لو نعم في سريره والله ربنا يفضحه ليه لأنه بيتتبع عورات الناس يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل إيمان إلى قلبه مش النبي اللي يقول كده عليه الصلاة والسلام يا ناس اللي مؤمنين باللسان بس والإيمان ما دخلش القلب نعمل ليه يا رسول الله ما تتتبعوش عورات الناس ما تتناقلوش الشائعات المهم لما حصلت المشكلة اتقال كلام عن أمنا عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها الطاهرة الصديقة بنت الصديقة اه اتكلموا عنها وبعض الناس ما سمعتش اللي اتقال عن زوجة النبي اه تخيل ده بيقوله كذا 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 في قرآن يقول لا ما كانش ينفع كده يا مؤمنين والذي تولى كبره منهم اللي هو أصلا طلع الشائعة أصلا اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول زائم المنافقين والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وبعدين في ختم الآيات ربنا بيدينا مشهد بيعلمنا ربنا بيدينا بيقدبنا يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله العظيم ده لو حاجة انت شفتها بعينك حصلت غطي ولا كأنك شفت حاجة تشيع الفاحشة ده انت بتلاقي نسأل الله السلامة والبعض يزعل مني انا بقول كلمة الوجه الله ده انت بتلاقي ناس بتطلع في برامج عشان تنشر اه ايه ده ايه ده تنشر شائعات يقول لك احنا بنتكلم صح ايه اللي بتتكلمه صح صح ايه ده صح ايه لما تقذي ولدنا في البيوت صح انك تعمل خلل في المجتمع صح انك تعمل مصايب في المجتمع يقول لك انا بظهر اللي بيحصل في المجتمع هو ده في حاجة اسمها كده هو ده ما ابدأ اصلا لا تذكر الشر ليندثر واذكر الخير لينتشر هو في حاجة اسمها ان احنا نعد نتناقل الشر حتى لو حقيقة اصلا اذكر الخير لينتشر ولا تذكر الشر ليندثر عشان يموت مكانه مش ننقله لا حول ولا قوة الا بلا سمحوني اذا كنت انفعل احنا بنغضب غضة لله ارجوكم يا جماعة والله رسالة عايزين نعممها ما تبقاش اداة ابدا لنقل اي جملة اعرضها الاول يا رب الجملة دي ترضيك ها هقولها لا لا يا رب ما ترضيكش مش هقولها تخيل بقى انت عندك امرين دلوقتي امر حق شر وده حصل فعلا نقلته تأثم عليه تخيل بقى لو ده اصلا ما حصلش ذاتي تبقى لو اصلاوا دבר اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة